السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي السيشن الثانية امنت انت فيزل و الكوشوب بالخص بالمقازين وان شاء الله هنكمل عليكم بدأنا في السيشن قبل كده ونبدأ بتصميم شاش تيك لوجن المقروض انها هتكون نفس الشكل ده طبعا فكرة التصميم ليمش بتاع تيدي كونترا كنت شفتها حد شغل فرونتين اللي كان منفزها ومنازلها فالصراحة عجبتني شكل الانتزاين نفسه اللي عامل اللوجن انا مش متذكر والصراحة انا متذكر وعمل له منشن على الفيديو ده ان شاء الله هنحاول هو كنشغل منفز الديزاين ده HTML و CSS و JavaScript طبعا هنحاول نطلع بنفس الديزاين ده بال EDF طبعا احنا عارفين ال EDF في الدزاين يختلف تماما فاحنا هنحاول نوصل نوصل لغرب بشكل ممكن بحيث اننا نطلع بنفس الديزاين ده هنرجع للشغل اللي عملنا قبل كده طبعا احنا كنا كاريتنا الابدكشن بتاعنا وسمنا ونزل في برويججتل الواحد الخاص بالموديل واحد الخاص بالموديل الموديل طبعا هشيل البزنس اللي عربت عندنا احنا مش هنستخدمه حاليا في عندي الفيو كنترولر طبعا ده اللي شيل الصفحات والنفيجيشن بتاعتنا احنا كنا جينا بواحد عملنا سميناه لغن ونزل كاريتنا صفحة وسميناها ونزل وعملنا فولدر ثاني سمينا لغن وهو طبعا gsf الخاصة بيه جيت فتحت الاندكس ونجبت الوجن تسكي فلو حدتها في ال gsf كريجون تسكي فلو طبعا هبتدل الوقتي ان انا اضيف الستاتيك فايل بتاعتي اللي انا هستخدمه في ديزاين بتاع الوجن بيج حملنا folder sorry سمي ونحن نفتح ونفتح ونفتح نجيت هنا باولا ونفتح 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 في عندي ثلاث صور. واحدة خاصة بالصورة. الصورة التانية خاصة صورة موبايل. وصورة خاصة باللوزر. عندي بعد كده المفروض ده هيجي على الاندكس دي. هيجي على فراجمت وده هيكون فيها الشغل بتاعي. نحدق هنا. اجيب بانل جروب. اسحب اول بانل جروب. دي اللي هتكون المصدر. اجيب بانل جروب دي. اجيب بانل جروب دي. اجيب بانل جروب تانية. هديله موقعا كده. هسميه. ونسان هسميه مستر. هاجي تحتية. هجيب اميج عدية. دي هتكون هده على الاميج دي. وقرره اكتف. تمام. خب انا كده حطيت بانل جروب مصدر. وده بانل جروب تانية. لسه احطيت شفاء حاجة. وحطيت اميج. وديت الصورة الخاصة بالباكجروند. طبعا كده عندي مفروض الصورة ده تظهر لي في الخلفية. عندي مفروض اعمل في الصورة دي. واحد خاص بالصورة التانية. وواحد خاص بالصورة التانية. وواحد خاص بالصورة. ده لها يكون شايل بجزء من الجروب. هضيف جواه. واحد. هيكون شايل الصورة. هده على الصورة. الوامج. والتانية هسميه. هده على الصورة. هسميه. الوامج. الوامج. الكلاز ده انا بديله حاليا الكلاز زيه. اكنه زي الايد. بحيث ان انا اقدر بعد كده استخدم الكلاز ده في CSS بتاعي. انا ممكن اسميه اي اسم عادي لطالي الكلاز. بس لما اجي استخدمه في CSS لازم ان يكون نفس الاسم. اللي انا مساميه هنا. فهنا هقول له. تمام. عندي الامج دي المفروض هتكون شايل الصورة الخاصة بالموبايل. فانا هسحب جواها. احط جواه البنال جروب ده. متعطي الامج. من المفروض. طبعا هو ما يشوفهاش فانا هضيفه كده. وهيجي اغير اسمي بنفسي. مفروض. كده بدأ يشوفها. تمام. عندي هنا. المفروض هيكون عندي. اللي هي الصورة بتاعت اليوزر. فوق بتاعت الصينين. وعندي فيه لابل. وفيه عندي انبوت تيكست اللي بتخاص باليوزر نية. وانبوت تيكست خاص بالباسورد. ولينك خاص بالفورجة. وعندي بوتن. فانا هيجي هنا هسحب مجموعة من البان الجروب. كده. هنخلي واحد. جوايا. هندي بان الجروب خاص بال. الثاني. الثلاثة. هربعة. هنا هسحب البوتن. هضيفه. وفيه هنا هجيب الانبوت تيكست. هاجي على تيكست اند سيلكشن. هلا اي حاجة اسمها انبوت تيكست. هضيف هده اول انبوت. ها دي الانبوت التاني. كل واحد جوا بان الجروب خاص بيه. هو الفكر انه عشان اقدر استخدم في البان الجروب. يعني. بقدر اتحكم فيها اكتر. فقدر title. ولمج. وانا هاجي هنا. هدي بان الجروب. هذا التاني. هجي هنا. هجي هنا. طبعا نفس الموضوع ما هيشوفهاش. فانا هجي هكتبها بنفسي. هندي اسم الصورة التانية. الفقه بiyoruzعار. وقدر استدارية تجاهدة. هه جميعهم انه هنا نفس محلن وكان. بقول مرار البلانون هو punto. الثالثة الثانية اضطى حجو التكتز تمام يبقى كده اعمل اولينا يبقى انا عندي كده حطيت بانالجروب مصدر وجوه اللي هي الصورة خاصة للباكجروند وعندي في البانالجروب اللي هو الكنتينر ده اللي هيكون متحكم في هيكون اسملي اعمل علي زي جريد اسمعلي جزئين والجزئين واحد هيكون شايل صورة والجزء الثاني هيكون كونتينت اللي شايل الصين ان وبعدين نجد في الصين ان همدي المفروض في الصورة خاصة باليوزر وبعدين تحت هالطايت اللي هو هيكون صين ان هنسميه هنا انخفضي ثم عندي البانالجروب التانية في اليوزر نيم الانبوت تيكت الخاص باليوزر نيم والبانالجروب البعدي كده الانبوت تيكت الخاص بالباسوورد وبعد كده هيكون في الانبوت التكست الخاص بالباسوورد وبعد كده يكون البطن الخاص باللوكاة نحن نوقف عن كده عشان نواتي السيشن وبعد ان شاء الله نكمل السيشن اللي جايه